هل لنا يعني بادي أذيبات أن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير أما بعد اللهم لا حاول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حاول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حاول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسليبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين النية إن شاء الله تكون النية خير من حاول اللي احنا نعلم الناس معاني بقى الصلاة وأركان الصلاة وإلى آخره وإن شاء الله واحدة واحدة معنا والناس تبدأ تتعلم وهناخد النية من يريد الله به خير يفقه في الدين وإن كان الرواية الثانية فيها ضعف كما قال ابن حجر ومن لم يريد الله به خير لا يبالي الله به فإحنا محتاجين الخير من ربنا تبارك وتعالى ومحتاجين اللي احنا نتعلم من باب طلب العلم فريضة على كل مصنف الصلاة الصلاة دي هي عماد الدين وكان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ولاته إن أهم أمركم عند الصلاة أهم أمر عندي اللي هو الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيح يجي الراجل يتصل أو المرأة يتصل تقول جوزي ما بيصليش وأنا ما بيعملنيش معاملة حسن لأنه لا يعامل الله عز وجل معاملة حسن أولا الصلاة دي هي سر بين العبد وبين رب الإنسان لما محتاج أنه يبدأ يتكلم مع ربنا تبارك تعالى يدخل على الله عز وجل يدخل من باب الإيه يدخل من باب الصلاة وسيدنا النبي كان يقول أرحنا بها بإيه بالصلاة فاللي يتعب يروح يصلي وربنا تبارك تعالى يقول يا أيها الذين أمانوا استعينوا بالصبر وإيه والصلاة والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين فأنا لما أكون في أمر مهم جدا أو أنا في كرب أو في ضيق أروح أصلي وصلي لله تبارك تعالى واسأل ربنا فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الأخير من الليل الصلاة مهمة جدا لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لي معاذ بن جبل كما في الصحيح إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول حاجة تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فإنهم أطاعوك زيك على طول بعد التوحيد فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم إيه في اليوم والليل وأنا لو صليت إيه اللي يحصل لو صليت أولا الراحة النفسية في الدنيا والسعادة الدنيوية بخلاف السعادة الإيه السعادة الأخروية والصلاة جماعة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال الله رب العالمين والصلاة مهمتها كمان اللي هي بتزيل السيئات والمعاصي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة وبيمسلهم بمثل كده أرأيتم لو أن نهرم بباب أحدكم بيغتسلوا فيه كل يوم خمس مرات بيستحمى كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانيه شيء من الوسخ اللي هو على جسده شيء قالوا لا ما فيش يا رسول الله لا يبقى من درانيه شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي كمثل الصلاوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا عشان كده أعظم فرد وأعظم ركن بعد توحيد الصلاة عشان كده فردت فين في السماء السابع الصلاة يعني بتجيب لنا فايدة ليها خير علينا في الدنيا غير الآخرة كمان يعني هي بتعمل لنا بركة في الرزق وفي العمر وفي كل حاجة عشان كده ربنا قال استعينوا بالصبر وإيه والصلاة حتى القرآن لما قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها استبر عليها الضمير هنا يعود أي استبر أنت على الصلاة اهدى كده على الصلاة واستبر عليها